السلام عليكم معادلة المماص قانون معادلة المستقيم ما أخذه بصف الرابع y-y1 يساوي الميل في x-x1 إذن كيفية استخراج معادلة المماص كيف نستخرج ميل المماص وميل العمود ما هي معادلة المماص وما قانون معادلة العمود على المماص تعالوا إياي إلى شاشة الموزابوك للاطلاع على القوانين الأساسية ثم نعود معكم لإكمال ما تبقى من المحاضرة أهلا بكم عزائي إذن هنا معادلة المماص للمنحني والعمود على المماص سنجد لخصة بمجموعة من القوانين إذا كانت y تساوي f of x معادلة منحني وكانت x1 y1 نقطة التماس لذلك المنحني من أجي أقول لك نقطة التماس لذلك المنحني يجوز أقول لك المنحني على سبيل المثال y تساوي على سبيل المثال y تساوي x4 زايد 1 إذا كانت x تساوي 1 الواي يججد الواي مالتها 2 هذه الواحد 2 هذه تسمى مثلا نقطة التماس لكن أحيانا من نقطة التماس ما راح أحطيك الواحد 2 مرة أنا أقول لك 1 2 هي نقطة التماس مرة لا راح أقول لك y تساوي x4 زايد 1 وقل لك جد معادلة المماص المنحني عندما x تساوي 1 إذن هذه x تساوي 1 راح تجي تعوضها هنا حتى تطلع الواي إذن راح تقول لي y تساوي 1 زايد 1 ويساوي 2 إذن صارت عندك هذه النقطة 1 2 هذه تمثل هذه تمثل نقطة التماس اللي هي منه x1 y1 الآن عليك دا سولف دا سولف على ال x1 y1 هي نقطة التماس لذلك المنحني الفتح للأكس يمثل ميل المماس للمنحني عند أي نقطة من نقاطه ويرمز له بالرمز m يعني معادلة المنحني بمجرد أن أشتقها الناتج هذا راح يمثل ميل المماس بصورة عامة ولكن من أجي أعوض ال x1 ال x ما نقطة التماس بالمشتقة الأولى الناتج هذا يمثل يمثل ميل المماس وعند تعويض قيمة x لنقطة التماس بالمشتقة الأولى ينتج عنه ميل المماس طبعا هنا ميل المماس هذا راح أسمي أما ميل العمود على المماس يساوي مقلوب ميل المماس عكس الإشارة فإذا كان مثلا ميل المماس يساوي أربعة إذن معناها سالب واحد على أم هذا راح يساوي سالب واحد على أربعة هذا أسمي أسمي ميل العمود على المماس هذا أسمي ميل المماس إذا كان ميل المماس يساوي مثلا سالب واحد على اثنين إذا ميل العمود على المماس يساوي 2 إذا كان ميل المماس يساوي 2 على 3 إذا ميل العمود على المماس رح يساوي سالب 3 على 2 إذا دائما ميل العمود على المماس يساوي مقلوب ميل المماس عكس الإشارة إذن ما أقدر أحصل ميل المماس إلا إذا أشتق ما أقدر أحصل ميل العمود على المماس إلا إذا أحصل ميل المماس معادلة المماس للمنحني عند نقطة التماس X1 Y1 هي هذه المعادلة إذن المعادلة Y-Y1 يساوي M في X-X1 أحياناً إذا أبو الكتاب من يكتب القانون في الصورة هذه يكتب القانون في الصورة هذه يقول لي M يساوي Y-Y1 على X-X1 أما معادلة العمود على المماس عند نقطة التماس X1 Y1 إذن بنفس الأسلوب أما أقول Y-Y1 يساوي سالب 1 على M X-X1 أو كأنه هذا رح ينزل إلى المقام رح أقول سالب 1 على M يساوي Y-Y1 على X-X1 إذن تعالوا إياي خلي نشوف شرح تفصيلي لأحد أمثلة الكتابة جد معادلة المماس لهذا المنحني عندما X تساوي 2 مثل ما شفنا قبل شوية من خلال شاشة الموزابوك أن قانون معادلة المماس والتالي قانون معادلة المماس هو Y-Y1 يساوي شنوه يساوي ميل المماس في X-X1 إذن قانون معادلة المماس Y-Y1 يساوي ميل المماس في X-X1 إذن هذا القانون شي يمثل إذن هذا القانون يمثل معادلة المماس حيث أن M هذا شي يمثل إذن M هذا يمثل ميل من هو إذن هذا يمثل ميل المماس حتى أقدر أستخرج معادلة مماس لأي منحني لازم تكون عندي نقطة التماس معروفة نقطة التماس احتمال هو يطنيها بالسؤال يقول لي جد معادلة المماس للمنحني عند النقطة مثلا 1-4 مثلا هس هنا الX1 والY1 معلومة 1-4 جد معادلة المماس للمنحني مو هذا المنحني منحني اعتيادي أي منحني عند النقطة سالب 2-7 إذن السالب 2-7 تمثل الX1 وال7 تمثل الY1 يبقى إذا ناطيني بس الX أولادي لازم أعوض الX أستخرج الY اللي هي صورة الX الF of X والY نفس الشي حتى أخلص من نقطة التماس إذن أول ما أبدي بالحال إذا عندي نقطة التماس جاهزة خب رأساً أروح للاشتقاق ما عندي شي لكن إذا عندي نقطة التماس بس الX معلومة أعوض الX أستخرج الY بالتها إذا نقطة التماس بس الY معلومة أعوض الY أستخرج الX مالتها إذن من أريد أبدي بالحال شرح أقول هنا رح أقول من الX تساوي 2 يؤدي إلى صورة 2 تساوي شرح يصير عندي هنا 3-4 الكلوس أربعة يعني معناها سالب واحد أس أربعة اللي هو واحد إذن صارت النقطة شنو؟ صارت النقطة اثنياً واحد هادي ش أسميها؟ هادي تسمى نقطة التماس كل الحجد نحجي هنا أولادي تحتاجه بالسادس العلمي أحيائي وتطبيقي لذلك ركز وياي إذن صارت عندي نقطة التماس هادي نقطة التماس ش تمثل تمثل X1 Y1 إذن خلصنا من نقطة التماس زيان بعد ما أحتاج؟ أحتاج ميل المماس ميل المماس للمنحني هو المشتقة الأولى لذلك المنحني عند نقطة التماس إذن معناها رح أروح إلى المشتقة الأولى الفتحة للX تساوي قوس مرفوع إلى قوة شلون نحسب هنا المشتقة الأولى مات القاعدة السابعة والقاعدة السابعة تقول القوة تنزل بالقوس نفسه أطرح من الأس واحد في مشتقة داخل القوس إذن إيش رح يصير عندي هنا؟ القوة تنزل بعد بالقوس نفسه اللي هو 3 ناقص أكستر بيع أطرح واحد رح يصير 3 في مشتقة داخل القوس هواية طلاب ده يغلطونه مشتقة داخل القوس بالسالب الخطأ ده يصير بالسالب مشتقة التلاثة صفر مشتقة السالب أكستر بيع هو السالب 2 أكس زيان هذا السالب 2 أكس يدخل على القوس ما يدخل على القوس؟ أي قوس مرفوع القوة غير الواحد هذا قوس مقفل لا يطب لعدد ولا يطلع من عنده عدد إلا بشروط معينة إذن معناها 4 في سالب 2 أكس هذا إيش رح يصير هنا؟ رح يصير السالب 8 أكس في ثلاثة ناقص أكس تربيع الكل تكعيب إذن بمجرد أن أعوض قيمة أكس بالمشتقة الأولى الناتج يمثل ميل المماس إذن إيش رح يصير عندي هنا؟ رح أقول ميل المماس يساوي الفتحة المن الفتحة للثنيان إذن هذا شي يمثل؟ هذا يمثل ميل المماس زيان رح أعوض مكان الأكس ثنيان سالب 8 في ثنيان هذا سالب 16 زيان ثلاثة ناقص أربعة تكعيب وتساوي ثلاثة ناقص أربعة سالب واحد تكعيب سالب واحد في سالب 16 إذن هذا 16 إذن شي يمثل هذا؟ إذن هذا يمثل ميل المماس زيان هسه ميل المماس عندي اللي هو أم نقطة التماس عندي اللي هي ثنيان واحد إذن هنا لحد الآن حصل السبعة من عشرة حتى تكون عشرة من عشرة رح أعوض كل شيء مكانه القانون إذا كاتب قبل رأساً رح أعوض القانون إذا ما كاتب لازم تكتب القانون يلا تعوض إذن رح يصير عندي واي ناقص واحد يساوي الميل منه اللي هو 16 في اكس ناقص 2 طبعاً هنا المماس عبارة عن مستقيم وإحنا سولفنا عن المماس أول محاضرة أخذناها من كان عندي المنحني بهالصورة هذه وكان عندي هذا المستقيم قاطع إليه وهذه نقطة A وكانت هذه نقطة B والB كانت تقترب من A وتكاد أن تكون A لماذا تصير بهالصورة هذه هذا شيء يمثل هذا المستقيم يمثل المماس هسه دا ريد أحسب معادلة هذا المماس إذن معادلة المستقيم المماس إذن هسه رح يصير عندي الصورة العامة لمعادلة المستقيم هي A X زائد BY زائد C تساوي صفر يعني مكونة من ثلاث حدود على الأكثر بها X والY والحد الثابت ال16 رح تدخل على القوس يعني رح يصير عندي Y ناقص واحد تساوي 16X ناقص 32 أصفر المعادلة لو أنقل الأيسر إلى الأيمن لو أنقل الأيمن إلى الأيسر إذا أريد أنقل الأيسر إلى الأيمن يعني رح يصير عندي رح يصير 16X بقت إشارته الY راح تلها صارت ناقص Y سالب واحد عبر هنا صار موجب واحد وي السالب الثين وثلاثين يعني معناها سالب واحد وثلاثين يساوي صفر إذن هذا يمثل قانون معادلة المماس إذن هذه هي معادلة المماس المطلوبة أولادي تحب إذا أراد مني معادلة المماس ومعادلة العمود على المماس إذا أراد مني معادلة المماص ومعادلة العمود على المماص فإذا كان الأم هو ميل المماص فإن السالب واحد على أم هذا شي يمثل هذا يمثل ميل العمود على المماص إذن ميل العمود على المماس هو مقلوب ميل المماس عكس الإشارة ميل العمود على المماس هو مقلوب ميل المماس عكس الإشارة إذن إش راح أقول هنا أقول ويساوي منه وميل المماس 16 ميل العمود على المماس إش راح يصير عندي راح يصير سالب 1 على 16 زيان شنو قانون معادلة العمود إذن قانون معادلة العمود على المماس Y ناقص Y1 يساوي سالب 1 على ميل المماس في X ناقص X1 هذا الحشي شوك تسويل باللون الأزرق إذا قل لك جد معادلة المماس ومعادلة العمود على المماس إذن هذا بالأسود معادلة المماس وبالأزرق معادلة العمود على المماس نقطة التماس هي نفسها متتأثر يعني راح يصير عندي Y ناقص 1 يساوي سالب 1 على 16 في X ناقص 2 مكان مال سالب 1 على 16 تدخل على القوس راح أضرب المعادلة كلها في 16 يعني راح يصير 16 Y ناقص 16 السالب 1 وحدها راح تدخل على القوس لأن 16 هي 16 تختصر إذن سال ناقص X بعد شنوة زائد 2 أصفر المعادلة يعني راح يصير X زائد 16 Y ناقص 18 تساوي صفر إذن هذه شو تمثل؟ هذه تمثل معادلة العمود على اليمن معادلة العمود على المماس إذن ميل العمود هو مقلوب ميل المماس عكس الإشارة إذا قل لي بالسؤال جد معادلة المماس ومعادلة العمود على المماس أسوي الأسود وأسوي الأزرق إذا فقط قل لك جد معادلة العمود على المماس ما قل لي جد معادلة المماس إذن شا سوي؟ راح أجي أستخرج نقطة التماس أشتق أحصل ميل المماس ورما حصلت ميل المماس هذا ماكو داعي أكتبه يعني هذا هسه قانون معادلة المماس هذا المؤطر بالأخضر إذن هذا ماكو داعي أكتبه مباشرة بمجرد أن أحصل ميل المماس إذن أحصل ميل العمود وأكتب قانون معادلة العمود وعوض واضح؟ فإذا قل لي فقط جد معادلة العمود على المماس كل هذا الحل باستثناء هذا المؤطر بالأخضر إذا قل لي معادلة المماس والعمود على المماس إذن هذا الحجي راح أسوي إذن راح نرجع إلى شاشة الموزابوك للاطلاع على مثال آخر يريد مني معادلة المماس ومعادلة العمود على المماس ورح نطلع على مثال ثالث ناطيني دالتين مثلا يقول لي أفوف أكس تساوي جذر أكس وجي أفوف أكس تساوي مثلا اثنيا أكس زائد واحد يقول لي جد معادلة المماس للمنحني هذا عندما أكس تساوي كذا إذن لازم أركب هذه الدالتين الدالة المركبة هي تمثل الواي وخلي نشوف ما تبقى من الحل على شاشة الموزابوك إذن تحال ويعيه إذن خلي نشوف المثال الثاني أولادي المثال الثاني يقول لي جد معادلة المماس والعمود على المماس لهذا المنحني عندما أكس تساوي واحد إذن إجا يريد مني يريد مني شغلتين هم معادلة مماس وهم معادلة عمود على المماس إذن من ناطين الأكس تساوي واحد أول عملية رح أسويها رح أعوض هذا الأكس بالمعادلة الأصلية لاستخراج الواي اثنيا في واحد اثنيا ناقص واحد واحد اوز خمسة واحد إذن رح يصير عندي واحد واحد هو نقطة التماس زين أشتق المشتق الأولى وعوض الأكس مع نقطة التماس حتى أطلع ميل المماس إذن خلي نشوف هذا الحجي وهذه هي صفحة للكتاب وخلي نشوف شم سوي أبو الكتاب إذن لم سوي أبو الكتاب هو التالي إذن شوف أمعوض الواحد نطلع الواحد واحد نقطة التماس نسميه هاي نقطة التماس بعدين مشتق حسب القاعدة السابعة القاعدة السابعة تقول القوة تنزل بالقوس نفسه أطرح من الأس واحد في مشتق داخل القوس إذن صارت عندك به الصورة هذه هذا شيء يمثل يمثل ميل المماس عنده أي نقطة زين بعد أمعوض الواحد الواحد معوضة هنا إذن اثنين في واحد اثنين ناقص واحد واحد وصاربعة واحد في عشرة عشرة إذن هذا يمثل ميل المماس عنده نقطة التماس شوف القانون هو أصلاً مكاتبة رأساً معوض يعني هذا القانون هو شنو هذا هو جاي من الميل يساوي شنو قلنا هسه قلنا واي ناقص واي وان على اكس ناقص اكس وان أو أكتب القانون الآخر اللي هو واي ناقص واي وان يساوي الميل في اكس ناقص اكس وان المهم أبو الكتاب هو رأساً معوض بدون أن يكتب القانون وبعدياً طارفين يساوي وسطين نحصل على شنو نحصل على معادلة المماس زين من دي يقول يجد معادلة العمود على المماس نفس هذا القانون بس مكان ما العشرة أسويها سالب واحد على عشرة ونفس الاسلوب إذن معناها معادلة العمود هو مقلوب ميل المماس عكس الإشارة يشوف ميل المماس كان عندي عشرة ميل العمود سالب واحد على عشرة إذن هنا رح يصير عندي القانون شنو القانون سالب واحد على ميل المماس شي ساوي يساوي واي ناقص واي وان على شنو على اكس ناقص اكس وان هنا أبو الكتاب مباشرة نمعوض في هذا القانون دون كتابته وممكن كتابة القانون بالصورة التالية واي ناقص واي وان شي يساوي يساوي سالب واحد على ميل في اكس ناقص اكس وان ايضا نفس العملية رح يطلع عندك هذا الجواب اذا هذا ما يخص المثال الثاني اللي رايد معادلة المماس والعمود على المماس المثال الثالث اولادي خاص بالتركيب جد معادلة المماس للمنحني اف تركيب جي للاكس عندما اكس تساوي واحد اذا هنا خلي الروح على صفحة المسودة قبل ما اشوفك حل الكتاب شلون اذا هنا نعطيني اف تركيب للجي نعطيني اف اوف اكس ونعطيني جي اوف اكس اذا اول عملية رح اسويها رح اركبها اذا هنا رح اقول اف تركيب جي المن للأكس هذا ش رح يساوي رح يساوي اف ورح اكتب بين قوسيا منه رح اكتب بين قوسيا جي اوف اكس وهذا الحجي انا شارحي قبل زين يعني معنى ها شنوه معنى ها اف بين قوسيا منه جي اوف اكس هو 3 اكس زائد 5 هسا رح اروح للدالة الاصلية مكان هذا الاكس اش رح اكتب اكتب 3 اكز زائد 5 يعني معنى ها رح يصير الجذر التكعيبي المن لل3 اكز زائد 5 من ده يقولي يجد معادلة المماس عندما X تساوي واحد احتاج نقطة التماس فمن X تساوي واحد اذا معناها ايش رح يصير عندي رح يصير ال Y مالته ال Y شي يمثل يمثل F تركيب G المن للواحد F تركيب G للواحد هس من رح اجي اعوض هنا مكان ال X واحد 3 زائد 5 8 جذر التركيب اثنيا اذا صارت النقطة شنو صارت النقطة واحد اثنيا هذي ش تمثل اذا واحد اثنيا هذي تمثل نقطة شنو اذا هذه نقطة التماس صار عندي هنا ميل المماس وصار عندي نقطة التماس احتاج ميل عفوا عندي نقطة التماس وعندي معادلة منحني ميل المماس من هو مشتقة اولى اذا هنا اش لون اروح للمشتقة الاولى اذا اش رح اقول اسه هنا رح أقول F تركيب G فتحة للأكس إذن هنا رح أجي أشتقها شن المشتقة مالتها قبل ما أشتقها ما طول هذه دالة جذرية تحول إلى أسس يعني رح يصير عندي ثلاثة أكس زائد خمسة أسش قات هذه كلها رح أصير أس واحد على ثلاثة إذن المشتقة مالتها شن رح يصير عندي واحد على ثلاثة في ثلاثة أكس زائد خمسة أسش قات من أطرح من الأس واحد يعني معناها رح يصير سالب اثنين على ثلاثة في مشتقة داخل القوس ثلاثة هس رح أجي أختصر هذه الثلاثة ويها هذه الثلاثة هذا رح ينزل إلى المقام يعني ش رح يصير هنا أقول ويساوي واحد على الجذر التكعيبي المن للثلاثة أكس زائد خمسة الكل شنوه الكل تربيع هسه هذا شي مثل هذا يمثل ميل المماز في أي لحظة ولكن عندما أكس تساوي واحد إذن إش رح يصير عندي رح يصير الميل يساوي شي ساوي رح يساوي أف تركيب جي فتحة المن للواحد إذن رح أعوض مكان الأكس واحد يعني رح يصير عندي ثمانية تربيع أربعة وستين جذر التكعيبي أربعة إذن عندي ميل وعندي نقطة نماس إذن معناها رح تكون عندي معادلة المماس ناقص واي وان على أكس ناقص أكس وان تعويض مباشر يعني معناها رح يصير عندي واي ناقص من هو الواي وان إذن هنا الواي وان هو اثنيا يساوي ميل المماس اللي هو واحد على أربعة في أكس ناقص أكس وان اللي هو واحد إذن خلي نرجع إلى المثال اللي بالكتاب ونشوف شلون حالة بالكتاب إذن طريقة الحال أولادي بالبداية مركب الدالة وبعدين مشتقها إذن دعشوف السهنة بالبداية مركب هذا هو ناتج التركيب هذا ناتج التركيب معوض الأكس مطلع نقطة التماس وبعدين مشتقها شوف هنا هو مبقيها أصلا سالب 2 على 3 يعني أصلا لا مختصر ولا منزل المقام رأسا معوض هذا التعويض شوية بمحاذير وبمشاكل يفضل أن تنزلها للمقام إذن ميل المماس طلع 1 على 4 عندك نقطة التماس وعندك ميل المماس شوف القانون هو أبو الكتاب شلون كاتب ما كاتب Y-Y1 يساوي ميل في X-X1 كاتب للقانون فالصورة هذه المهم معوض ومطلع هذا الجواب هذا يمثل ميل المماس إذن أولادي انتهت المحاضرة رقم 12 انتظرونا في المحاضرة القادمة إن شاء الله إلى ذلك الحين أستودعكم بأمان الله وحبه ترجمة نانسي قنقر